مساء الفلو أهلا بيكو يا سلام سيد شديا عبد الحليل هي لسه بيتغني ونبي خليها ورايا كده شديا دائما في الأمام يا سلام أنا مش عارف حكتلكوا الحكاية دي ولا قبل كده سألوا سيدنا العباس رضي الله عنه من أكبر أنت أم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه بقى هو الأكبر قال لهم هو أكبر مني ولكني ولدته قبله يا سلام على الأدب الأدب هو مش قادر يقول أن أنا أكبر منه قال هو أكبر مني طبعا أكبر من كل ولكني ولدته قبله ست شديا وعبد الحليم حافظ وحاجة غريبة وحسين السيد نفسي متمنى أشوف مطربة من مطرباتنا الجميلات كتير ومطرب في فيلم زي كده وغنية بتحكي الحالة الحالة فعلا هي حاجة غريبة سهير النجمة الكبيرة وإبراهيم البائس الغلبان والصحافة طبعا اشتغلت بقى إبراهيم ركب عجلة ويحب سهير وشفتوا الأحداث بتاعت الفيلم فالتسجيل المواقف دي بيبقى حاجة حلوة جدا ويمكن يخليني بالمناسبة أقول لكم أنه في حاجة اسمها احترام العلاقة ما بين الفنان والناس اللي حواليه يعني حياة الفنان صحيح هو شخصية عامة ومن حق الناس إنها تعرف كل ما تستطيع عنه لكن الذين يقتربوا من الفنان في لحظاته الخاصة لابد أن يحترموا هذه اللحظات الخاصة ولا تصبح مجالا للحاكي ما ينفعش وأنا شرفت بأن أنا التقت واقتربت من فنانين كتير جدا ودي كان من حصن حظي بالحياة عشان حلقة النهار ده عن الموهبة عن حاجة بيسموها الكريزمة إيه الكريزمة دي؟ الكبول يعني إيه الكبول ده يعني إيه؟ هقول لك المثل اللي أنا بقوله دايما لما تشوف مش عايز أقول حد برضه بإسم ممثل أو شاعر أو كاتب فتلاقي نفسك مستريح تقرأ كلامه تشوفه على الشاشة هتلاقي نفسك مرتاح ومصدقه الراجل ما قالش حاجة على فكرة خالص لسه حاجة بتخلي اللي هم يسموها تاني برضه يسموها كيميا يعني إيه كيميا؟ يعني حالتك مع حالتي يخش في بعض أو حالتك طبعا يبقى أفضل مش حالتك حالتك مع حالتي يروحوا داخلين في بعض ما تعرفش تفقه إلا إذا واحد أطاح بهذه العناصر فتتفقه خالص تروح الحكاية فبالمناسبة يعني يا طرح الستة شادية دي أحبت مين؟ مين الحب الحقيقي اللي كان في حاجة شادية؟ الله يرحمه ويحسن إليها ممكن أكون أنا عندي معلومات اللي أنا ما تقبلت ما شفتاش أبدا عشان بس ما يقعدش تنطط على حد أنا لم ألتقي بيها أبدا ولم نتحدث حتى تليفونيا أبدا عبد الحليم حب مين؟ حكايات ورويات وحاجات وكصص 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 لكن بالمناسبة عايز أقول أنه أرجو كل ما نقترب مش بكلم على صحافة على فكرة تحديدا لا مش بس صحافة كل ما نقترب يعني عاش مع الفنان قريبه صحبه بيجي يشتغل معاه مش عارف إيه بتاع نرجو أن تحترموا الأشياء الخاصة لفنانين لأنهم في مثل كلمة حق جميلة يقول لك أيها المبدع أنت هر الفنانين دول مش بكلم بس عن الممثلين كل واحد بيبدع النجار الحداد ما تسألش عن شخصيته قوي الحقيقية ملكش دعو بيها طالما هو عنده حالة إبداع وحالة عشق في اللي بيعمله لأنه الناس بتقعد تحكي وتقول فلانا وفلانا وفلانا ده مش كويس لأن دول أنا أظن ظني أنا أنه ربنا نديهم حاجة خاصة الناس دول يعني شادية أبحاليم مصطفى أميم محمد المخزنجي محمد غنيم الدكتور زويل نجيب محفوظ دول كائنات حالمة طائرة إحنا لا بنعرفش نطير إحنا لو نطينا فوق كرسي ننزل من الدردر دي كائنات طائرة بتحلق وطرى الدنيا ثم تقدمها لنا بس لا مش أنا اللي أبكي ولا أنا اللي أحكي لو جار علي هواك أنا قلتها كلمة وكل شيء اسمه ودي اسمتي وهيك تبقى أنت هاجرني وإنت اللي ظالمني وفاكرني هترجاك مش هينفع مش هينفع والله أبدا لكن الحلقة أنا عارض عن الموهبة وستة بشالة بيتبزن معانا مجود والله العظيم أنا بقيت مكسوف منه بتبزن مجود جامد دي وفريق العمل فاختروا لنا حاجة غريبة قوي قلت لي تعرف عبد الرحمة وانا قد خد قد خدها قلت لها لا أنا عارف كلمة كت خدا أو خدا كده كت خدا كت خدا يعني القراءة الصحيحة كت خدا كت خدا دي يعني منصب محافظ وحتى في الجواب اللي أنا قريت مبارح متلغبط لأنه كان جاي مش متزبط بتاع محمد قال لي أنا هارهولكو على اليوتيوب عشان مشغلش كل المستمعين بيه هاره صحي في اليوتيوب ومشي عبد الرحمن كت خدا ده محافظ مصر قلت لها بصراحة لا ما عرفوش فقالت لي انت عارف انه هو اللي عمل المشهد الحسيني قلت لها لا بارت وعارف انه هو عامل مشهد السيدة زينب رضي الله عنهما قلت لها لا وعارف 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 حتة حكاية وعارف انه هو لما عمل حاجات الحلوة دي كلها نفوف مشهد ومشي لكنه كان حظي كويس لانه نفوف الحجاز حقا انه ما عرفش ما عرفش اه بص هيبة بتتدخل بقى بشغلها تقولي هتحرق التقرير احرقوا ازاي زي كانوا عندوكم من مكان انا مالي احرقوا ازاي طيب عبد الرحمن كت خدا محافظ القاهرة شوفوا الناس لما بتبقى عندها موضة وتفضل الحياة للاخرين مش لنفسها انطلق يا جمعة موسيقى 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 زي ما قلتلكو انه اللي عندو حاجة بتطلع والمهارة لازم تبانى والمواهبة لازم تتقلق وتعيش كتير هنا عبد الرحمن حسن جويش واما يقولوا هنا كاتخدة كاتخدة دي يعني محافظ لقب المحافظ زمان كان اسمه كاتخدة مصر جاي كل حاجات من اخواننا اتراكوا عبد الرحمن ده عايش المتقم شخصية ابوه ابو كان راجل غني وخد سلوسه كلها عمل بيها حاجات رائعة مباني موجودة في مصر كلها في القائرة القديمة انما اللطيف انه عامل حاجة مره يقامل حافلة فكات الازباكية دي بيسموه بركة الازباكية اللي هي فيها المسرح القومي قبل المسرح القومي كان مسرح الازباكية كمسرح مهم جدا وكتتغني فيه ستوم وكلسوم وكان من المسارح المهمة وعلى فكرة فيه قب عظيمة اللي هي موجودة في مسرح القوم فالراجل دوت عند الاسباكية اللي هي كتبركة قبل ما تبقى مسارح وحاجات زي كده وكان فيه على فكرة بمناسبة صارت باتناج في أول 1900 كانت في الناس تلوح تلعب باتناج في الاسباكية عمل بركة كده كبيرة يعني حوط كده وعمل فيه شرباء عشان الناس الناس تخش تشرب ببلاش أما ابن بقى عمل السبيل ده اللي هو بيعتبر هندسيا من أهم الأسبالة في مصر لأنه ثلاث أبواب أو ثلاث منافذ وجوه فيه دير مياه جوفية تطلع من المياه بعدين تعد المياه تبرد في مكان وترتاح يعني ايه ترتاح يعني تتصفى يعني يسيبوها شوية تتصفى تنزل كل الشابة اللي تتبقى مياه نقية جميلة جدا طبعا المياه الجوفية مياه نقية ونضيفة وبين تخرج في المواسير لثلاث شرعات حنشوفهم تحت يعني تخش فيه المياه بعدين يحطوا كوز وخش البناها دا دينا شوية مياه في القربة ولا في حالة ولا في أي حاجة يحطله بالكوز وانطلق عبد الرحمن كدخدها مصر في عملية بناء 18 مسجد تطورهم وبناهم ومن ضمن الحاجات اللي انتو عارفينها كويس المشهد الحسين رضي الله عنه وسير زينم هو اللي عملهم الباب الشرقي في الأظهر اللي احنا بنسميه باب السعيدة عمله عبد الرحمن كدخده وعمل لنفسه ضريح هناك وفعلا لاما مات مات هنا في القاهرة ده فانو في الضريح اللي في الجامعة الأظهر شايفة عايز اقول لكم ان عبد الرحمن كدخده نموذج للعطاء ونموذج للمزاج المزاج عاش حياته يبني حاجات يعني ليه دور في الأناطر ليه دور هنا ليه دور هنا حاجات كتيرة جدا جدا عمل هارة جدا بس بقى القصة اللي أنا للأسف كل ما يجي أعمل موقف تاريخي هلاقي نفس القصة طبعا عبد الرحمن كدخده لما عمل القصة بتاعته دي الناس حبيته بقى ليه وضع بقى ليه صيد ومعالي بيت كبير اللي هو عينه ومحافظ القاهرة اتبقى منه وقالك ده هيعمل لي شعبية وكده يلا شيل خلاجاتك واطلع على الحجاز اتناشر سنة شوف كل اللي عملو ده ما شايف علوش عندي علي بيت كبير لمجرد ان الناس حبيته بيمر التاريخ وبتمر الحاجات وبتفضل الحاجات القيمة زي اللي احنا شايفينه الأعمدة وشايفين الشغل ده كله فادل فعلا عبد الرحمن كانت خدراح قاعد في الحجاز اتناشر سنة لغاية معامير الحجة كان هناك كله بقى قلص استوى أهل تعالى رجعوا وفعلا رجع اثناشر يوم بالظبط ومات عبد الرحمن كانت خدرا في القاهرة ودفن في القاهرة وبقى يعني بقى ايه؟ الموقف الموقف مش عارف اقولي السخيف ولا الدنيء ولا الغبي ولا الموقف الراجعي من عالي بيت كبير انه نفع لكن فضلت أعماله وزا ما انتم شايفين هنا لسا كان فيه أجانب طلعين يبصوا على إيه دا الحلاوة دي ايه جمال بقى؟ ايه رعوا عليه؟ بتاعت عادشوفه أقشاني أقشاني اللي كان بتعمل في القسطنطنية ازاي كانوا بيعملوا أقشاني ويركبوه ويعملوه وليه؟ دا مش بيته هو كان ليه بيت في عبدين بيت حلو جدا بس للأسف ما عاش عارفين نعصر عليه أو إن كنت تهدى أو أي حد الإنسان لما يعوز يعمل حاجة وهي موجودة جواه فعلا يعني هو كان مهندس إنشائي باله هو يقال عبد الرحمن كانت خده هو من أمهر أو إن لم يكن أمهر من أداروا عملية البناء في القاهرة القديمة فلازم تعرف إن كنت لما تيجي تمشي في شارع الموايز إذا تسمع إسم عبد الرحمن كانت خده تعرف إن الرجل أعطى وتنفى لكن أعطاءه فضل موجودة اللي شفناه فوق دا كان الكتاب الزخارف والشغل الجميل دا كان الكتاب إحنا دلوقتي في السبيل بقى أدي باب وأدي باب وأدي باب الناس توقف هنا الكاميرا معايا كده أقرب شوية كده أهو أهو الحوض الماء أهو أهو الحوض الماء بالرخام عشان يبقى مضمون لنظفته والناس توقف عند الحتة دي تحط الكوباية الكوز البتاع وياخدوا الماء زي ما انتو شايفين الزخاني حاجة مش معقولة والخشب عليه حاجة مش معقولة زي ما انتو شايفين الرخام طبعا ملون بعدين بقى في حاجة تقفة إنو سورة الكعبة هات بقى عايزين سورة الكعبة دي سورة مش موجود زيها يعني محد يش يمتلك الوصف التفصيلي للحرم المكي سنة 1744 مش موجود عند حد في الغالب هو عمله ده بالظبط كان شكل الحرم المكي الشريف في سنة 1744 زي ما انو شايفين فيه بيوت كتير حواليه طبعا هو فيه لمسات إبداعية شوية شوية حاجات تفاصيل برّة شوية لكن ده كان الحرم بمواصفاته كتلة الخشب اللي تحت الإشاني دي شيء ما قدرش يفسف لكم بديعة دي إيه الحناوة دي إيه الألوان اللي فاضلة دي يعني مش بقى أقولة لازم نقول إن عبد الرحمن ده يكون حفيد الفراحنة لأن هم اللي عملوا الحاجات دي في الحيطان بس هم عملوها على 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 الطوب شوفوا إيه ده ده عشان يعمل سبيل عشان يعمل سبيل الناس تشرب منه ومع ذلك الرجل عمل 18 جامع وعمل طوى وارف الأظهر الشريف وعمل المسجد الحسيني ومسجد الزينبي ومسجد السيدة عائشة ومسجد السيدة سوكينة ونفوه نفوه برضو بس تنفى في حتة حيطة يعني برضو قعد قطع 12 أحسن 12 سنة من عمره في الحجاز وفي حد يتمنى أكتر من كده إن لم تزد على الدنيا شيئاً إن لم تزد على الدنيا شيئاً فأنت زائداً عليها هؤلاء هم الرجال وسيدات أيضاً أنا حكيت لكم بارح وحقول لكم النهاردة عن أسيا داخل وماركويني وفاطمة رشدي إن لم تزد شيئاً مش عايزيني ببيقين وقولي كلام تاني بقى تير زال اسمها على فكرة الشيء مش لازم تبني الهرم ولا تعمل اختلاع ذرة في الحتة بتاعتك قدي المثال للحنية مثال التسامع مثال العدل ما بتعرفين يعني تفاكرين حكايات العدل دي ولا موجودة ولا مش عارف ما عايش موان إنما قدي مثلاً بسيط تفضل ذكرك إحنا هكبرنا وعجزنا ونفتكرة عم فلان لما كنا نروح نشتري منه حاجة لجدتي يقوم يديني بمبناية كده محبة وإحنا أطفال ما كناش يعني محتاجينها يعني ممكن نشتريها بس محبة زي ما كنا نروح نشتري بقرشين حلاوة حتة زيادة عم علي رح تطلق عم علي حتة زيادة رح تطلق ولا هتفري حاجة مع عم علي ولا هتفري معي حاجة بس بيشيعوا روح التفاصيل الصغار دي بتشيع روح تكبر 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 العاجة الصغيرة تكبر 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 تبقى اسمها حالة نبقى احنا عايشين في مجتمع ونسمع بعضها مش كل واحد لوحده التفصيل الصغرنا دي أيوا اللي هي نارك أبيض يا عم حسنين صباح الفل يا سيدنا الحاجات دي احنا بنرميها لأن احنا حاجات بلدي والقرف تاني ايه صباح الفل دي ايه السلام عليكم تاجروا لكن انت حر انت بتورس دا لولادك وبتعمل مجتمع تاني هينفصل عن الطينة دي فحتبقى في مشاكل كبيرة جدا يعني فاطمة رجدي طبعا كلكم تابعتوا كثة الفنانة الكبيرة دي ست قاتلت من أجل أن تكون ثم فاطمة رجدي وانا هكتب اسموه من عشان ما نساش يا رب ما كنش الورقة راحت مني طبعا كالعادة الورقة مش موجودة قدامي انما هيا بقى ايه فاطمة رجدي حولك من دماغي وعزيزة امير وامينة رزق تصدق انهم مش بس كانوا ممثلين وممثلات لا دا ست امينة رزق في المسرح مسرح في الابرة ويوسف وهي بيجي من برة وبيعمل مسرح ويوسف بقى يوسف بيه وهبي ابوك الراجل غاني جدا ومكانش موافع لكده وصفروا بره يدرس فما درس عاجة درس الفن ورجع عمل طبعا المسرح الشعير اللي انتو عارفينه مسرح حرامسيس شوف سمائي ما سموش يوسف ولا وهبي ولا اي حاجة سمام مسرح حرامسيس طيب هو عمل المسرح دا بقى كانت حاجة غريبة جدا يعني ويوسف وهبي بقى انتو عارف كيف المسر بطريقة لطيفة كان راجل زي العسد قويس تمام عمل المسرح وناس بتحضر المسرح الستات عايزة تحضر ستات تروح المسرح ايه قلة الأدب دا قلة الحياة دي مفيش ام ايه بقى قالك طيب فلان باشا مراتو بقى قرصت عليه انتش معنا تروح المسرح بتاع يوسف دوتونا مروحش قال لها طب خلاص ما تزعليش ومتفق وفيها دخل فيها مجلس الوزراء والاقبار الشخصات في مصر مفيش معنى احنا نديهم بنوارد ونحط عليه الستاير ستاير خفيتة ستاير ايه؟ زي المركزات تلوقتي والحاجات دي يقوم هما يقدر يشوفوا ايه؟ خيلت الممثلين كده واسمعوا الصوت ببقى تماما الستات متداقين يحلوا المشكلة ازاي؟ مفيش المجتمع مش هي القبار القوم مش هيقباله ابدا ان الستات يشوفوا الممثلين كده فامينة قالت له بص يا سي يوسيف انت تشيل الستاير الخفيفة دي وتحط ستارة قيلة من غير ما تقول لحد فامش هيشوفوا حاجة فحيروحوا زاقين الستاير امينة ريزي مش يسوفوا امينة بس ده اللي حصل فيوسف واندي راحت ان يقلل بتاع الاكسسورات تشيل الستاير دي حط ستارة قيلة مشوفش حاجة فدخلوا الستات مش مش شابش حاجة فراحوا زاقين الستاير وبدأت النساء تحضر المصرح المصري بفكرة من السيدة العظيمة ان انا شرفت بلقاها مرات كثيرة جدا امينة ريزي شوف الدنيا شوف الستات شوف المواقب بيزيدوا بيدوا بيدوا يقوم الحاجات تثبت تقوم الحاجات تنمو تقوم الحاجات تعمل حاجات كلها خير للناس انما هتخنق نفسك الحلم يا جماعة انا كنت كتبلك حاجة على الحلم هنا مش عالف تباعت فيه والله العظيمي بواحد بقى حالت وقعت ايه بقى مش عالف بس يعني على كل حال اه لقيت ايه ليس الفقير هو من لا يملك مالاً ليس الفقير هو من لا يملك مالاً ومال مين الفقير؟ الذي لا يملك حلماً زي ما قال محمد مونير اظن كده اذا بطلنا نحلم اذا بطلنا نحلم فلازم تحلم مش وانت نايم لا وعينك شايفة الدنيا كده لازم يبقى عندك حلم ولازم ما يبقاش حد أبداً ضد حلمك انطلق يا جماعة اهلاً وسهلاً بحضرتكم مرة أخرى ليلة لنا صهرة جميلة مع يعني الفنانة المبتعة والجميلة والشطرة والمتقلقة والبتعمل أدوار كتير صعبة منا شلا بيدفتنا النهاردة ان شاء الله بتسأله عن حلقات دينية ان شاء الله بنتمنى الشيخ خالد يكون معانا ان شاء الله قريباً يعني بس انا عايز اقولكوا حاجة يعني انت الحكاية بسيطة خالص انه كنت بتكلم مع حربية وهبة ومجدي مثلاً مسلح ديك آية مسل صغيرة كده بصورة النحلة مثلاً قولك ان الله بس أعوذ بالله من الشطان الرجيم ان الله يأمر بالعدل خلاص؟ تعدل والإحسان وإتائز القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي مش عايز اي حاجة بص لها كويس بص لها كويس بص لها دي كويس لها فيها الدنيا كلها هي أمر بالعدل سبحانه والإحسان وإتائز القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ما تعودش تتفرجه وتسمعه وتعمله وتشتم أمك وتشتم خلتك ويبقى معك فلوس متدهمش وبعدها تقول لي عايزين حلب لا في الحكاية فيها فيها براح وفيها تدبر إحنا بنعمل عن المواهب فيها عندنا بتاع فخار فنان كبير هنشوفه مع بعض أحمد زكي صعب ورشة فخار مصر قديم منطقة مصر قديم بشال شغلان ديوه وانا عندي 8 سنين يعني بقى لي 49 سنة فكانت قريبة من السكن وللظروف يعني أنا ما تعلمتش أو ما دخلتش مدارس فكانت أقرب شغلة للبيت بس بعد كده يعني استهوتني قوي سر حب الفخار زي ما حضرتك شايف حت الطينة مالهاش معنى مالهاش شكل قمة ساعتك لما بتطلع منها شكل وهو ده قمة الفن وهو فعلا في وقت من الأوقات وناس كانت بتتبنى الحرفة دي كان بيقولوا على الحرفة في الفخار بالذات الفنان الفطري هي شغلة ليها مزايا لو إحنا النهاردة الصنعة ما بتنتهيش لا إحنا ممكن نبقى كواسين جدا يعني كانت بتحقق لي في وقت من الأوقات دخل كويس معيشني كويس والدليل على كده إن أغلب الأماكن اللي هنا إحنا عبارة عن 152 ورشة ما بينتجوش شغل بشكل مطلوب أغلبهم ورثوا المهنة من أهليهم المهنة ما بقتش فيها دخل تعيش شخص في ظروف الحالية وإنها ما فيهاش بقول لحضرتك إن ولا فيها تأمين اجتماعي ولا تأمين صحي ولا أي اعتبرات فده شيء طبيعي هو ده اللي بيطفش العمالة من هنا لأنه دخله هيكون في أي مجال عمل تاني حتى لو هو مش صحيح هيكون دخله أفضل من أن يعمل حتى لكن المهنة لو نقول اتصلت عليها الدوق شوية هي مهنة قومية مهنة في الاقتصاد بيها دور أنا حزين على الحرف أنا النهاردة مقدرش يورس أولادي لأن ده بالفعل يعني أنا أولادي مش هيشتغلوا الحرفة دي ولا بالتالي أحفادي لأن زي ما قلت لحضرتك أنا مقصر ظروفي في البيت مش ظروف حد عادي مش ظروف حد موظف مش ظروف حد بيشتغل في مهنة تانية فشيء طبيعي يقول ابن شايف الأب مقصر في بيته طب هو داخل على مرحلة تانية يعني جوازه ومستقبل وا 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 لما بوه مش قادر يصرف على الحياة اليومية فحيصرف إزاي على هو الشاب على نفسه في الانتزامات اللي جاي عليها فبيضطر يشتغل في أي مجال تاني يعني أنا ابني علمته الحرفة علمته في المدرسة مخلص جيشه في واحد ستة 2017 ومع ذلك راح اشتغل في المعمار لأن يميته في المعمار أفضله من يميته في فقه أحمد زكي انت قارتين أحمد زكي دا لو ما كانش طالع ممثل ممثل عملاق كان هيبقى خرط هيعمل هيخترح حاجة في المكان لأنه كان فنان جميل يعني طبعا مهنة عظيمة ومهنة جميلة ولأسف ابنه راح اشتغل في المعمار عشان الفلوس أكتر نقطة أساسية لازم يكون في تنظيم لعمل المهنيين في كل حتة ما ينفعش ان انا عرفها سماد تلفون وقول له يا محمد والنبي تعرف واحد سباك هويس وقال له بعطولي لا 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 السباك دا بيضيع سباك شاطر بس يشتغل يوم ما مشتغلش يومين مالوش تأمين صحي مالوش تأمين معاشات ليه؟ يبقى لازم الناس دي تبقى تابعة مؤاجهات تكلم الشركة الفلوني انا عايز سباك يبقى تقول لك واحدة انا مشتغلين الناس ولا حد فينا عاملهم تأمين ولا عاملهم امين لو فيه قانون على فكرة طب هنشوف فقا الاحجار طيب الاول الجلود سلامة سلامة في خير موسيقى اسمي سلامة العرب لما روحتش مدارس لما أنا متربي في خالق خليلي عندي راجل اسمه حج محمد القرمي بتعلمت الشغلة دي في لبنان يعني في خالق خليلي وروحنا للبنان اشتغلنا ايه في لبنان عادت حوالي عشر سنين في لبنان نزل فتحت ايه ورشة هنا هون ده جلد خرفان بيخش المدابر يتصنع يزل من عليه الشعر بتاع الموازة الخروف وبيتصنع في المدابر بتعمل منه جلد جواكت بيتعمل منه شنط بيتعمل منه محافظ كل زباين العالم بتيجي تشتري مني ايه؟ شغل هنا ومصريين من الموازين بيجي بيشتري شغل من زمانة من مصر الجديدة من جميع المناطق مصر زمان احنا كنا بنشتغل على الروس كنا بنوادي شغل لروسيا والدول اللي هي الأسيا دي كنا بنعمل شغل مش عارفين بوادي فين الصين دا ينزل شغلي راضي وبياخدوه يدون المصريين كانت الشنطة بقسيبك من الشنطة من الجلد كانت شنط المدارس كلها لولادك وولادي وولادي بيقشتروها من المصريين ضيع خل الصناعية كلها وصحبات الورش ما بقاش لين يشتغلوا ليه بيجي الشغله من الصين ان هنا الصناعية ما بيعرفش ايه يوزع شغله صيني ما هاتي شنطة صيني انت وشيريها هتلاقيها شكلها كلها صورات بس مش هتشيريها اكتر من ايه من ثلاثة اربعة اشرة وهتترمي اولا بتقشر الجلد الصناعي دا جلدة طبيعي الجلد الصناعي بيقشر تاني الشيء بتقطع ليه هي منظر بس انها مدية بتعيش معاك يعني اخر ما بتزهائي منها بترميها وترجع لها تاني وفي صناعية عندنا لمواصل يمكن انا قل صناعية في مصر في صناعية ايديها تتلفف حريق بس ما لهاش حظ بيشتغل جمعة ويلاقي نفسه ايه صاحب الورشة يقول له ايه مفيش الجمعة الجاية مفيش الدولة كمان يخش عليك يلاقي اتنين صناعية يقول لك يا ماهنا يا ماهناك خراب الصناعة في مصر برضو التكاتب بياخدوا الشباب يعني النهاردة شاب زي عاي زي دوت كبر شوية يقول لك انا هشتغل ليه وهتعب نفسي ليه مركب توكتوك ها تاخد خمسين ستين جنيه ودينا عمال بفسح راح جاي النهاردة اللي يموت اللي زي حالاتي مش هيطلع بديل مفيش بديل دي كل مدى الصناعة بتإيه بتنقرب بسبب كده تقارير بسيطة وناس طيبة صناعية مصريين عمل لهم العزيز بنامج صناعية مصر عمر صاهر الناس دي يعني مش بس عوه عم سلامة كلم يعني عم سلامة كلم نشوفها عم هشام عم هشام انا اسم هشام محمد علي عندي خمسة واربعين سنة تقريبا في المهنة دي من اكتر من ثلاثين سنة يعني من صغري وانا فيها والمهنة دي اسمها حكاق احجار كريمة حكاق احجار كريمة احنا بنصنع اي حجر طبيعي الاحجارات الكريمة كلها احنا بنصنعها بتيجي خام كتل ببتدي نقطعها ونبتدي على المكناة ديت نشتغلها ونشكلها بقى بيضاوي مدور مربع مقاسات على فضيات كده على ذهب على اي حاجة بنبتدي نصنعها دي المهنة بتاعها هي المهنة بتاعتنا ديت يعني بالبلدي كده مهنة مزاج يعني لو ما انا مش حبيبها انا مش هقدر اشتغل فيها لان الاحجار الكريمة ليها ليها معاملة خاصة يعني كل انسان الانسان اصله طالع من الارض والارض والحجر طالع من الارض ففي صلة بين الانسان والحجر فلازم يبقى فيه معاملة خاصة للحجر نفسه لانا هبتدي اتعامل معاه عشان الاحجار الكريمة احجار غالية فلازم انا بحبيبها عشان ما يحصلش فيها تهدير ما يحصلش فيها خسائر ما يحصلش فيها كده افضل فيروس في العالم كله الفيروس بتاع سيناء اما بيجي فيه حجر اسمه لابس يازلي ده ما بيجيش اللي من دولة واحدة في العالم اللي هي افغانستان فيه بقى فيروس امريكاني فيه حاجات برزيلي فيه عيق برزيلي يعني فيه بقى من العالم كله كل بلد مميزة بحجر بتاعها حكاك الاحجار الكريمة تقريبا في مصر بس اللي هو بيشتغل يدوي كده انتي لو خرجتي برا انا رحت السين وروحت كام بلد مفيش حدي بيشتغل يدوي خالص بيجوا الاجانب من جميع انحاء العالم تقريبا بيجوا مصر هنا عشان يشتروا الجعران الجعران ده محدش بيعملوا في العالم كله اللي مصر هنا وبعد اعمال تاني محدش برضو بينفزها اللي احنا هنا بس فالحد دلوقتي احنا مميزين بس الموضوع بيقل شغل السيني الحاجات اللي بتنزل من السين بتكتر بغزارة مع قلة الخامات وقلة الخامات بترفع في السعر الحاجة جامد يعني الحاجة لما بتقل الخامة سعرها بيرتفع جامد فتبقى غالية جدا والسين بتعمل الكوبي بتاعها التقليد بتاعها فالناس دلوقتي ما بقتش فرقة معها أو إن كان طبيعي ولا نص طبيعي ولا مش طبيعي هم عايزين في الآخر شكل وخلص أما بيجي بقى زباين اللي هي حب الحجر نفسه هي دي اللي عايزها الحجر الطبيعي الورش إن كان فيه كان مئة ورشة النهاردة بجد ما يعديش الـ 15-20 ورشة تقريباً في مصر كلها ممكن يجي عليها وقت ما تلايش أساسها المهنة دي زي مهن في مهن الترابيش بتاع الزمان والحاجات بتاع الزمان ما كل ده انقرد دي مهنة والله غالية ومهنة قيمة جداً وبيجوا من جميع أنحاء العالم يتفرجوا علينا وإحنا بنصنع الجعارين وإحنا بنعمل كل حاجة والتماثيل حاجات خرافة حاجات شبه الأنتيكة كده بالزبط بس هو الخامات هي اللي مصرها معنا بس هشام محمد علي شاطر بيحب مهنة قوي وعند فلسفة فلسفة حقيقية قالب ده حجر وده طين يبقى ليهم على أقبع وده حقيقي ده سبب علمياً وبيتكلمه أنه في حجر كزا يليق على كزا والحجر الكزا يليق على جسم الكزا ده حقيقي ده كلام علمي مش كلاما مش راجل بيبيع لك حجر صحيح قالب ده حجر وده طين فبقى احنا بقينا دلوقتي بلاستيك لا لينا لها في الحجر ولا في الطين بقينا بلاستيك يعني على فكرة الصين تصنع شيئا عظيمة لكن مش هي اللي بتجي هده بتروح بره يعني فيه خطوط الموبايل أعتقد الموبايل العظيم اللي الناس كلها في العالم بتستخدموا دوت بيتصنع في الصين يعني اوعى تفتكر ان الصين يعني يعني زي ما احنا بنقول كده الصين دي حاجة لا انت عايز القلم ده حضرتك عايزه كام عايزه قلم أصلي زي ما يطلع هنعملهو لك يعملك هو القلم مظبوط طب انت عايزه باثنين جنيه يعملهو لك طب بيجي واحد تاني يقوله ممكن بجنيه ونص يعملهوله بس طبعا مش هو هو شكله بس لكن بلاستيك ما ينفعش الحياة تبقى بلاستيك يعني ينفع نستخدم طبق بلاستيك بس حياتنا كلها تبقى بلاستيك كده عالقل هذه الصناعات اللي هي طورت دول ونهضت بدول وعملت حاجات يعني انقاذت بلدها بالصناعات الصغيرة نحن بقى دلوقتي حنلتقي بالفنانة العزيزة يعني انا هقول انها بنتي طبعا يعني اجارتي على فكرة ورحبت جدا انها تكون معانا النهاردة وانا بشكرها على يعني تلبية الدعوة المليانة محبة نجمتكم من شاء الله بعد الفصل من فترة كده مش هقولكم من كم سنة داخل انا مع الصحفيين زمائلي اشوف فيلم للصديق العزيز محمود عبد العزيز وانا على البوابة قابلت زيزي مصطفى وطبعا في بنا معرفة طويلة لانها ممثلها وفنانة قلتلي يا محمود خلي بالك بنتي في الفل قلتلي بنتك مين قلتلي منها شعلة بي بدي بنتي في الفل ودخلت وبدأت علاقة طويلة جدا مع البنت الشائية العفريتا اللي انبهرنا كلنا بيها ايه دي البنت دي ايه دي ايه دي البنت دي ايه الرجل اللي حيلو ايه زي تصبح محمود يعني الحقيقة انا مما شفت التقريد والتي اتبسطت جدا انا مما شفت التقريد خديت الحقيقة لا اتبسطت ان انتي كنت بدأ بداية فيها عفرطة وبعدين عرفتي تزبطي نفسك مع الوقت بمهارة انا معرفش جبتيها مني يعني انا تبعتك الحمد لله في عمال كثيرة وده من حسن حظي ان انا كنت قريب من تفاصيل كتيرة لكن اختياراتك انا عارف ان بماني اجابة قفلت الحده بعد 7 ببالذلت لأيتها جريئة قوية آآ ما بتخافش عارفة يعني وثقة من نفسها جدا مظبوط مش هنقول لا استعوبة بتاع دورها عليه في اليوتيوب لكن انتي عملت مشوارية منه الحقيقة مش مش حجاملك لكن انا عشان خلي بالكو أنا قريب من منا شاء الله بصحيح لكني عمري ما تدخلت في اختياراتها اي اختياراتها عمري ما قالتلي مثلا إيه ريسناريو بتعمل لك بش كلام منها أنت الواحدة بتختاري أنا يعني كان حصل لي نقلة فنية مثلا من أول أنت عمري يعني ده كان أول تقريبا دور رئيسي أخده في فيلم يعني كان قبليه بعمل أدور يعني دور تاني دور يعني وسط مجموعات بداية من أنت عمري تده يجيلي الأدور شوية صعبة ده سينما إنما تلفزيون من أين قلبي أظن أنك أين قلبي طبعا أو المسلسل عرف الناس بيك طبعا طبعا وده كان على يدك ومادام يسرى وستاذ مجدي وكذا لما جينا مجدي أبو عميرة طبعا وستاذ مجدي أبو عميرة طبعا ومادام يسرى صاحبة فضل كبير جدا 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 في أن أنا أخد دور توحة يسرى حاضنة وأستاذة طبعا وبعدين وهي سبب فعلي أن أنا أخد دور توحة ده لأن أنا كنت ساعتها كمان هي علمتني أن الدور مش بحاجة لأن أنا ساعتها كنت عاملة السحر وبحب السيمة وكنت شايفة أن الأدوار بساعتها فهي اللي علمتني أن الدور بمدى تأثيره ومش بحاجه والحقيقة لما عملت توحة عادت كتير قابل لما بروح أماكن شعبية أو حاجة الناس بتنزيني تقولي توحة الشردوحة توحة الشردوحة توحة الشردوحة أيوة لأنه ده معناه أنه هم صدقوا أن أنا قد كده شرشوحة فده كان بالنسبة لي كويس فالدراما تليفزيونية حصلي فيها تطور الحمد لله بس بداية من حرب الجواسيس بتديت أعمل مرحلة تاني مرحلة تاني طب نرجع بقى للسينما أنا آسفة طهات الحديثية لا تفضل أنا رغاف لا تفضل لأ مننا بقى كان زمان زي مشتوها في سحر وهي زبطت نفسها الحمد لله بقت مش هزبطت نفسي مخرجين اللي اشتغلت معاهم عشان حقيقي حقيقي كبار جدا فإنت بتبقى عارف أنه أنه أنت ما بتعملش نفسك في الدور أنت بتحاول تبقى البني آدم ده فأوقات ما بتبقاش كنت لسه عندي الهارموني ما بين أن أنا أجيب الإحساس وأصبط ردم الكلام بتاع الكاركتر اللي بعمله فكت بردت بأولوياتي غلط بردت بأولوياتي أن أنا أجيب الإحساس لأنه أهم من الكلام وحقيقة الحقيقة أنه الحقيقة أنه والكلام ومش بطريقتك بطريقت الشخصية طبعا لأنك أنت مش بتعمل نفسك نرجع للسينما بقى أي أنت لجيتي حرب الجواسيس ولا الفيلم اللي عملك النقلة الفيلم اللي عملي نقلة كان أنت عمري كنت بعمل دور زي ما كان في التقرير أدوار البنت اللذيذة الخفيفة مفيش مش حامل دراما قوي أو مفيش مثلا بنت عندها معاناة معينة أو عندها مشكلة إنسانية بتتحط فيها فتقدر إن هي تتغلب عليها أو لا فده كان أول دور تقيل فيه معاناة نفسية جالي اللي هي أست متجاوزة راجل جاله كانسر وراح يتعالج ومن غير ما يقول لها فاكتشفت كتشكت فيه فلما اكتشفت إنه عنده كانسر اكتشفت إنه بيحب واحدة تاني فده كله كان مواقع شوية بس لما الحمد لله ربنا قدرنا إن أقدر أعمل الدور ده كويس بتاتي بقى أدواري تختلف بتاتي تقريبا تقريبا أعمل أصعب الأدواري لأحاجات الصعبة تقريبا يعني كتبين عنك في أكتر من مكان إنك أنت تعملي الأصدواري الصعبة ولمدهشة مدهشة دي شجرا جدا ليك يعني صراحة ده مجاملة كبيرة منك لا ده زميل اللي كتبينيك يعني ده شدي إنت عمرك ما بتعرف إنك مدهش ده يعني ده كرم منكو جدا ليه بس هو الحقيقة إن إنت بتحاول قد ما تقدر إن إنت تكون شخص تاني تمام وبشوف إنه لو عملت دور بسيط كل حاجة فيها شغل كل حاجة بتديها طاقة عشان تطلع كويس كل حاجة مش حاجة أسمع دور سهل دور صعب طالما بتعمل دور يبقى ده شيء لازم تديله طاقة وتديله احترام وتركيز وكذا بس في أدوار بعيدة عنك خالص خالص نهائي يعني مستحيل تفكر يعني زي مثلا واحدة الغروب ده حاجة بعيدة زي بحث الغروب زي مثلا نوارا فيه كمان أحلى القوات فيه ونوارا فيه وصدق فيه أفلام فيه ناس بعيدة عنك خالص 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 بعيد بعيد زي الأصليين كمان يعني الأصليين فيلم رائع وأنا حييت مروان كتير عليهم مروان حامد مخرج كبير جدا صراحة وأنا محظوظة جدا 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 إن أنا اشتغلت مع الرجل ده ومحظوظة جدا 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 إنه إن أنا كنت بطلة فيلمين للراجل ده لأنه أستاذ كبير جدا ولأنه أعتقد إن السينما المصرية محظوظة بوجود مروان حامد من يوم ما شفنا من كذا السنة فاتت مش عايزين نكبرهم شفنا ليلي بتاعة توسف دريس وإحنا اكتشفنا إن إحنا قدام موهبة حقيقية جدا 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 موهبة كبيرة جدا يعني سننا إنه هو مش كبير بس هو مخرج بيحترم كل حاجة ليها علاقة بالفيلم وما شفتش حد في حياتي يعني عنده هذا النهم وهذا يعني لأ شفت طبعا أنا اشتغلت مع مخرجين كبار يعني بس مروان له تيست تاني يعني مروان مخرج سينمائي له تيست آخر له تيست تاني عنده عنده سكة يعني عنده سكة وبيعمل حاجة معينة يعني هو بيحفر كده بطريقة يعني مش عارفة يعني هو أي حد يشتغل معه يعرف يقولك يعني إنه في الآخر أنت مفيش ممثل كويس لوحده يا أستاذ محمود فيش حاجة اسمها كده يعني مفيش ممثل كويس هيقف يمثل كويس لأ فيه مخرج لازم يديره فيطلع منه حاجة هو ما يعرفهاش ده ربنا يخلينا بقى مخرجين كبار ده يحصل لي مع مروان يحصل لي مع كاملة يحصل لي مثلا مع أستاذ يوسلي بيحصل حصل لي مثلا حارة اليهود جيلي يتغير تماما عبرت بديك الشخصية صحبا طبعا وكانت دكتور مدحك كان كاتبها حلو جدا طبعا ومنذو أخرج مسلسل حلو جدا فقظي إنه فيه كذا حاجة بتصنع الشخصية أيها طبعا أنت شغلك أنت لوحدك بس كمان اللي بيديرك طب قولي ليه الشخصيات دي اللي أثرت في الناس والناس تمتعت بيها زي مثلا حارة اليهود زي مثلا واحدة الغروب زي مثلا حتى دورك في حديث صباح ومساق حتى الأدوار دي أنت عارف أن حديث صباح ومساق دي بحسة عارف كان فيه فيه فيلم جاي يقولك والنعمة ملا دوغتش مونا يعني أنا مش عارفها دي مين دي واحدة تانية ما هذا كان أصلا فيه حجد من الممثلين في حديث صباح ومساق أيها شكلي واحدة تانية أصلا على بعدي مش فكرة حتى كنت مليانة أو رفيعة فكرة وشي بفيتشورز ملامحي حاجة شخص تاني يعني أنا بتفرج قلت يلاوي إيه دا إيه دي من دي أنت بتختار الأدوار الصعبة دي ما تبيش خايفة منها خايفة جدا بتخافي ولازاي بتقرري تختاريها بقى يعني ثقة في المخرج ولا ثقة في أنك أنت حسيت الشخصية هو أول حاجة بتخليني وافق على عمل هو المخرج ليه بقى لأنه إنت ممكن يكتب لك نص جودته خمسين في المية ستسين في المية مين بقى صاحب العمل مين بقى يعني رئيس هذا العمل بيبقى المخرج تمام الراجل دا بيبقى لو وافق على نص دا دا بيبقى حلمه العمل دا حلم بتاع المخرج دا المخرج دا مخرج كبير مش هيوافق أنه يحلم حلم كليشن كان يعني حتى لو جودت الورق مش كبير هو هيحسينها المؤكد هو هيقدر يعمل حلم محترم يعمل عالم متصدق لأنه مخرج كبير فيعمل عالم متصدق بقى من أنه هو يجيب بقى مهندس ديكور كبير يجيب موسيقى تصورية كبيرة يجيب منتر عظيم يجيب ممثلين كبار يعني يعد يجيب في صناع للفيلم دا حيث أنه يبقى فيلم كبير وبيحقق وكوردينج لخاله لكن لو النص 100% تحف والمخرج بيسامح شوية أو جودة صنع منتج ومش كبيرة هنروح قولينا في 60 داعي ودي عصر معايا يعني لا معايا نحن تعرف أن عندي الزاكرة يا أستاذ المحمود أيها أستاذ المحمود مش كويسة آه قويس تذكرتنا ضعيفة شوية بس شاطرة قويس سأقول بايخي مني وأجابك قويسة منك قويس الأدوار الصعبة دي بتعمل إيه في شخصيتك بتحققني شوية لا يعني وديس بايش يرين منك لا 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 أقصدش لا والله أنا أقصد أنه أحيانا أنا يعني شرفت بأن أنا اختربت من عدد كبير من نجومنا أحيانا الدور الصعب بيأثر في حياته الشخصية هو أصله إيه اللي بيحصل هو إيه اللي بيحصل كل الشغلانات الليها حاجة مرئية يعني الدكتور بيكشف فبيخخص المهندس بيهندس المزيع بيزيع بيزيع أوكي هو المواصل ده بيعمل إيه هو في معلومات معينة عن فرد ما هو معرفوش خالص بيحاول يعرفه كويس قوي وبيجيب المعلومات دي يحطها عنده وبيبقى لازم يبقى عنده وعي يبقى عارف نفسه بنسبة فيبقى عارف إيه حاجته وإيه حاجت للآخر اللي هو البني آدم اللي حاول يزرع بقى أفكاره وحياته جواه فأنت في الآخر ما تقدرش حتى أنت جواه نفس بتشيلش حاجات ما مخ تحط حاجات في مخ يعني أنت لو عايز تنسى بني آدم أو عايز تقطع علاقتك بفرد أو عايز مثلا تحب حاجات دي ما بتبقاش ذراير عندك أنت بتقعد تشتغل على الحاجات دي عشان تحققها صحيح فأنت بقى بتدخل معلومات وبتدخل أحاسيس لبشر جواك وبتحاول تغربل شخصيتك خالص تمشيها وتحط الحاجات دي الحاجات دي بقى تطلع حلوة تطلع وحشة تطلع كويسة تطلع مش كويسة فبتخلص الشغلانة وإنت بتخلص ترجع تاني نفسك مش بقى بس بتقفش بقى في نفسك شوية حاجات بقى مثلا تلاقي نفسك ايه بتعايت فجأة من خير سبب والله العظيم لإنك إنت شلت أحاسيس مش بتاعتك وكنت مصدق قوي إن إنت كده ليلأ أحاسيس دي فالأحاسيس دي مش بزراير يعني مش فجأة خلصت الدور كده فهبقى قاعدة عادي بقى أنا زي ما أنا كده بتفحتي اللي إنت عارق يعني شخص بسيط وخلاص مش تافى على حاجة لا يعني قصدي قصدي حقيقة بسيطة جدا يعني عنديش بقى بي بنت لطيفة شجرا يا فندم بس ففي الأول وفي الآخر إنه إنت بتحط في جهازك العصبي حاجات بتحاول بقى تتخلص منها أه ودخالي حاجات جديدة يعني بس اللي ما تقفش مثلا حاجات حاولت تطلعها برا يعني ما خلصت واحدة الغروب وإحنا كان في العيد الصغير إحنا خلصنا تقريبا يوم 29 رمضان اه صحيح أوكي روحت في العيد سافرت أنا قفشت نفسي بقى أول وثاني يوم العيد قادة على البحر كأني متطلقة أنا متجاوزتش أنا عارف بفندي فكأني حقيقي متطلقة يعني فلاقيت إنه أنا مش طلقت دا كاترين مشت وهجرت وثبت البلد يعني ومسلسل خلص ومسلسل خلص بس أنا الدراما اللي عندي شوية بتاعت حاجات معينة مش بزرار تطلع فتلاقي نفسك بتخلص من الرواسف دي مع الوقت مع الوقت ولما يجيلك بقى دور جديد فتتغرب لنفسك طب دا هي حقالك متعة ولا حقالك زعج؟ لتنين لتنين متعة طبعا لإنه دي حاجة عندي يعني دا يعتبر ألم لذيذ نسبيا نعم مش قلم بتعمل حاجة بتا بتحبها جدا وربنا حباك بالهبة دي إنك تقدر تتشخص أو تبقى ناس تانية إمت اكتشفت الحكاية دي يا ملا؟ يعني إمت والله هم قالوا لي وإنه صدقت وبعدين لا يعني إمت انت اكتشفتي وانت صغيرة تدرسك ما جد دارس كويسة وضغاية وكويسة أنا ما اكتشفتش وأنا صغيرة أمي اللي اكتشفت وأنا قلت الكلام دا طول الوقت يعني أمي اللي اكتشفت صراحة يعني أمي اكتشفت إن أنا ممكن أمثل فأمي اللي ذقتني أعمل كده فمثلت لما مثلت أول ما مثلت خلص صبعا كان في ناس شايفة إنه زي ما تقل في الريبورت إنه إما جريئة إما كويسة هي جي شغلي جي شغلي جي والله أنا كنت ضيب وكي عملت إيه في نفسك بقى عشان بقى نتكلم على إيه الموهبة هي مش مدركة إنها موهوبة الأم اكتشفت أه فقدمت لها السبل كلها إنها تظهر موهبتها فظهرت موهبتها فالبنت أدركت إنها تعمل حاجة مهمة فعملت إيه في نفسها عشان تخدم الموهبتين اه احترمت شغلي جدا أكتر حاجة في حقيقتي وصدقت إنه تمثيل ده مهنة مش زي ما الناس أو مش كل الناس بتشوف كده فيه ناس بتشوف إنه التمثيل ده إنك تطلع في التليفزيون هتقول كلمتين ناس هتشاور عليك هتاخد فلوس موضوع قدي على كده تزال فل فيه ناس بتشوف إن الممثلين دول يا عم دول فنانين بقى مع بعض يا عم يعني ما بيعملوا إيه يعني أنا بقى ما تربتش على كده ولا تعلمت كده من أفلام حتى اللي أنا بحبها للسينما المصرية عملتها ولا الأفلام الخواجة اللي بحبها بقى أنا أشوف ممثلات وممثلين حاجة يعني احترام للمهنة مرعب أنا بتروح مسارح مثلا في لندن احترام اللي بيعملوه ده شيء إنك تكون فنان دي هيبة كبيرة من ربنا سبحانه وتعالى فأنا فخورة إن أنا ممثل لما نجحت بقيت شايفة إنه مهم قوي للمهنة اللي صنعتني حب الناس واحترام الناس وإنه وخلتني أبقى مثلا قادرة إن أنا أعمل حاجات في حياتي إن أنا أديها كل حاجة أقدر أعملها لأن المهنة دي احترمتني فأنا لازم احترمها أكتر من أي حاجة في الدنيا فبقى عندي شغلي ده أولوية لمساس بها يعني وأنا عايزة أعرف أنت عملت إيه يعني ركزت شغلي هي جات كده لوحدها يعني أنا ركزت في شغلي يعني أنا قعدت شوية أول ما اشتغلت خالص كنت بشتغل جدا مش حاجة تانية بشتغل 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 أنت بفكر مرة قلتلي قريب أنا ما يمينيش أي حاجة أنا مش عارف كده ومسل 24 ساعة آه يعني أنا بالنسبلي لو حتى يعني أوقات بتضطر تضغط لما بتعمل مساس الرمضان أوقات بتضغط بسرعة فلو أنت بتعمل عدد ساعات شغل حتى أنت ما تقدرش عليها في العادي ما تقدرش ما بتعمل كده فلأ بيبقى عندك مسؤولية أكبر من صحتك بيبقى عندك مسؤولية أكبر منك أنت أنك أنت لأ الشغل اللازم يخلص الشغل اللي الأولوية دايما آه يعني هقولك يعني لو تعبنا وده مش أنا بس يعني ده مثلا فيه في كم بني آدم في الشغلانة دي بيشتغل بالطريقة دي وأكتر من كده إنه هو ولا حاجة شغله كل حاجة إنه لو عيع يقع في الشوت يعني يقع في الأردر بس مش اللي هو أنا تعبين أنا مش قادر روحوني ما فيش رفاهية يعني في الشغلانة مش كل الناس بتعمل كده يعني فيه ناس بتحب شغلها أكتر من أي حاجة وده بتغديه على طول ليه ما بتشتغليش مسرح؟ عشان ما بقاش عندنا دلوقتي مسرح الوقت اللي حبيت إنه أنا أشتغل في مسرح كان ما بقاش في مسرح قوي وليسه مقابلة واحدة صديقتي يعني بتشتغل في production اتكلمت معاها والله بأول مبارح في إنه ليه ما نلمش بعد كده ونعمل مسرحية يعني كتليسي فكرة في مرادة فكرة زي ما أنا عمل هنيدي ومونة ومجموعة وأنا روحت عملت مكان مونة لما كانت حامل في ليلي زمان كده أوكي عملت مكان مونة ذاكي أه لما كانت حامل في ليلي هم عملوا كتيا وياسمين عبدالعزيز عملوا أول سنتين تقريباً أو مش متأكدة من عدد السنين يعني وبعدين جات سوميا الخشاب مكان ياسمين مزبور وبعدين مونة حملت في ليلي فأصوروا المسرحية وجيت مكان مونة عشان كان آخر سيزن هيعرضه منحس أن أنت يعني تقريباً أعمل حاجات لطيفة فيه وفيك الحقيقة أنا متفرد أنه مشوار لطيف أو يعني المشوار فيه حاجات حلوة بتبقي مبسوطة أنك عملت الحاجات الحلوة دي ولا حاسة أنت عملها الحظ ولا حاسة أن أعملها إيه يعني جوائز كتير جداً تاخدت جايزة في دبي مهمة جداً أنا خدت عن نورة 8 جوائز يا محمود أنا يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله أنا عمري ما كنت هتخيل أني أخد ريكرد على دور يعني أصديق الحمد لله التأدير حاجة عظيمة يعني أنك تتقدر دي حاجة كبيرة جداً ما كانش بالك ده أنت بتبدأ المشوار لأنك في الآخر بتموت نفسك الحقيقة الأمر إنك بتموت نفسك عشان حد في الآخر يقول لك أنت كويس فأنا لقيت أستاذ أحمد زكي عنده إنترفيو بيقول كده بيقول أنا كنت بعمل واتخن وخص وطلع عيني برد عشان يقولوا لي برافو عليك يا أحمد صحيح صحيح فأنا كنت بقول كان لاتخن قدامي وخص درستات برستغرم قاعد كده زي كده وقعد يقومت كده باش عارف ما هو بقى فنون جنون بقى أنا عمليت وإنت مجنونة الناس بترعليك مجنونة بص يا أستاذ محمود لا الغبي بيبقى عارف إنه غبي ولا المجنون بيبقى عارف إنه مجنون فأنا مثلا هقول لك أنا عقلة بس يعني يعني أنا مش عارفة إنه مجنونة لا بس إنتوا أدرق يعني بقى يقولوا من هو الفن ساحت يعمل كده يعني خالي الواحد كان أحمد الأرحام يقول لي أنا شوية شي أغبطة على الحيط لما مثل ببقى كويس بزبط هل صحيح بعض الفنانين ممكن دي بقى حياتهم من الأغباطة خالص لكن أعطاهم الحقيقي والكامل بيبقى قدام الكاميرا هو في حاجة شغلك بيعملها لك ما فيش حاجة تانية بتعملها لك يعني أنت لما فيه كل واحد بقى على حسب مهنته بس تمثيل مثلا إنك تتوحد مع بني آدم تاني وتلاقي نفسك إنت وإنت بتتكلم بتلاقي نفسك إنت فعلا مش بتتكلم بلسينك أو بتعمل حاجة إنت وإنت بتعملها إنت مش متأكد أنك تعرف تعملها إنت مآمن أنك هتعرف تعملها بس إنت مش متأكد هتعرف تعملها إزاي مش عارف هتعملها إزاي فلما توصل إنك تلاقي نفسك بتعملها وإنت مصدق إنك بتعملها مفيش حاجة تانية قوي بتعمل كده يعني في حاجات كتير بتساعد الناس لا هستممكن لواحد يكون مبدع هو مبدع كويس إنما الواحد يبقى واحد تاني دي حاجة صعبة كده الناس فاكروا إنها سهلة دي حاجة فيه منتاز صعوبة قد ما بتقدر فيه كتب كمان ده فيه كتاب في التمثيل حتى أنا عرفت زمان إن كن قل لك إيه إنت هيمكن قلت لي أستاذ أحمد زكي وصديق لي قال لي محمود مرسي كانوا دايماً ما عارفوش يتفرجوا عن نفسهم ما يتفرجوا عن نفسهم بيشوفوا غلطاتهم أو حاجة كده لا يجبوش لا ما يتبستوش فاكتشفت إنه إنت بيبقى عندك زنب لما بتخلص الدور لأن إنت عارف إن إنت مش الشخصية دي إنت بتحاول قد ما تقدر تبقى الشخصية دي فأنت بيفضل عندك إحساس بالزمد لعلاقة بإنك إنت كان ممكن تبقى أحسن لأنه كان ممكن إنا تعمل وش عارف فيه إنه كان ممكن فأنت بتتفرج على نفسك لو قدرت تتفرج على نفسك يعني هتلاقي إنك بتطلع اللي كان عارف أه الحتة دي كانت تبقى أحسن كده أم فأنت دايماً الفكرةك لازم لما تقلع جلدك خالص أنت تبقى مرعوب أم فمش عارف أنا جاوزه لأهم حتى بس ترفض برغي أوي يا محمود لا ملناش ألا بيه أهزيه ملناش ألا بيه حياة النجوم الناس بتتصور إنها حياة رفاهية وده حقيقي في جزء منه يعني مش حقيقي بس زي الواحد يبقى إنسان عادي كده الشاب صغير زيك كده ما كنت فتاة صغيرة أنت مكبرتيش عازلنا نائفة كبيرة لما نلحقت نفسي أكثر خيرك يعني وقت أنت في سن يعني مختلف عن سن الخمستاشر والسبعتاشر وبقيت نجمة بتتعامل مع الحكاية دي ازاي يعني النجومية دي ليها أشياء كتير جداً غير إنك أنت كل شوية عندك معارقة ذاتية فإنك عايزة أفضل من اللي فات دي مشكلة لتحدث ذاتها تتعب أي بني آدم وإن طول الوقت بيداره على الأحسن والأغرب والأكثر تأثيراً في الناس طبعاً والأصعب على نفسه مش بتعملي حاجة لنفسك إذا الناس ما شافتش ما تبسطتش ده حيبقى شيء فخير طبعاً فده بيعمل سترس حلوى سترس ضغط يعني لغة تتحسنت قوي أستاذ مامل إن جملة لفظ النجومية ده ده لفظ بيبقى إيه تقديري شوية يعني أبتدي بس من الأول حاجة إنه تعميم ما فيش حاجة اسمها الممثلين النجوم الرجالة الستات يعني أنا مثلاً في طريق تفكيري ما معرفش عمم حاجة ما معرفش أقولك النجوم الممثلين مش حاجة اسمها كده في ناس شافت حاجات في حياتها فقررت حاجات وإنش شافت حاجات تانية فقررت حاجات وإني في دنيا وفي عالم وفي ناس غير بعض وكل حاجة فتعمل مع لفظ نجم أنا بقيسه وإنش أنسؤالي بس أليك أنه أنت نجمة فعايز أعرف بك تتعملي معها أنت إزاي أحكي لك يا باشا هو مش هولك تتلمع كل النجوم حكي لك يا فران حكي لك قلت النجوم بقلت حوارك بقلت النجوم النجوم بيجيله ده فأنا عايز معايا نجمة عايز كامع النجوم هو ده اللي أنا عايز ده اللي أنا بتدير مقدمة طويلة لعريدة ديها شاشرة حريك إن التعميم ده ما هو طيب جبلة لفظ نجمة ده ده لفظ دي تر إيه يعني إيه يعني أنا ممثلة أنا بتتعامل مع نفس عيني ممثلة شوف يا رب إن أنا بقى ممثلة كبيرة جدا 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 أنا لما روح مهرجان أحب جدا أخد جايزة أحب جدا إن أنا لو قالوا مصر وأنا موجودة أبقى بساعد في إن مصر دي تبقى حاجة حلوة أو مشرفة لبلدي ومشرفة للصناعة اللي أنا قدمت لي حاجات كثيرة وأنا بحاول أقدم لها لحد ما موت حيلا طيب أنا شايفة قدكتا مش مصدق إن أنا بتكلم جد كده صحا بسك بتكلم جميل قولي قولي فجملة نجمة دي ده دي ترقية زي ما حد يقولك يا بيه يا يا فندم يا أستاذي الفاضل بس ما فيه أنا عن نفسي ماشي يعني مش ماشي بنور في الشارع بقيس يعني باخد الترقية دي على أساس إيه على أساس درجة وظيفية درجة وظيفية كبيرة جدا ما بتسمح ليش بالغلط تمام كده ما بتسمح ليش بالغلط الفني ما بتسمح ليش بالغلط الإنساني قد ما أقدر لإني أنا ما بشوفش إنك تطرح الفنان كنبي ده ديق أفق منك لإنه الأنبياء دول رسول وأنبياء ده ربي ما بشي كوفكم إن أنا ده دي كوفكم اللي بيطرح اللي تفتكوا لها بتقول لأنا لا مش أنت إنما إنما إحنا بشر ميلين للخطأ والصواب يعني ما بتخطع دي فلما تبقى مسؤول زي ما بيقولك بالبلة دي غلطة الشطر بألف تحاول ما تغلطش بقى هو ده اللي أنا بسأل بس تحاول ما تغلطش بس دي بقى بتديك بتحط على دماغك عب هنا النجوميل والدرجة الوظيفية اللي بتغبية دي بتحط على صاحبها عب تقيل إزاي بيتعامل معها كل واحد بيتعامل بطريقة يعني كل واحد بيتحمل هذا العب بيتعامل بطريقة أنا كنت فاكرة وأنا صغيرة جدا يعني أول ما مثلت إن أنا لما هبقى مشهورة أو الناس تعرفني في شغلي إن ده هيسهل لي كل حاجة بمعنى إنه التمثيل هيبقى أسهل فاكتشفت إنه أنت كل ما الحاجات بتصعب عليك أكتر أكتر بتتصعب طبعا أصعب كتير إنت عمات الدور صعب فقالوا عليك كويس كويس قويس قوي هايل ها هايل فأنت لازم تفضل هايل ولازم تبقى أهيل وأهيل وأهيل فقصد دي إنت ما بتقدرش إن إنت يعني ثقة الناس دي حاجة كبيرة جدا 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 إن حد يبقى واثق إن هو هيصدقك ده روع بأزل بس أقولك حاجة تانية أختار المهنة بقى غير بقى الجنون والحالات النفسية أختار المهنة آه إنه إنه إن الواحد لازم رجله تبقى على الأرض من وجه تنظري أنا إنه لازم أحافظ على أدميتي وإنسانيتي مش معناه إنه لقيتم يعني معناه إنه لازم أبقى أكتر إنسانية لإني بترجم أحاسيس بشر فما أقدرش أبقى غليزة القلب يعني غليزة القلب شو حقر إيه عجبتك إيه دا الحلوة دي إيه دا عجبتك يا سبح جدا غليزة القلب حلوة أوي طب وتعمل إيه بقى عشان ما تبقش غليزة القلب نازلي عن أحلامك الشخصية تتأثر حياتك الشخصية أتنازل عن أي حاجة إلا حاجتين يعني أتنازل مثلا عن حاجة أنا نفسي فيها أتنازل عن أي حاجة إلا حاجتين في حياتي يعني أو تلاتة أهلي لأولا ممكن مالشوية بأربعة أخذ كلام تلاتة هقولهم وخلاص طيب أنا هعدلك أنا واحد أهلي طبعا أمي وأبويا وأخواتي أهلي كلهم وخلات إني دور ربناي خليهم ويحميهم يعني يا رب شغلي ممكن أزوقه جنب أهلي كده في نفس يعني هما الاتنين يعني خدوا جيزة متساوية جيزة متساوية واحترامي منصفة احترامي لنفسي أي حاجة هتقرب من احترامي لنفسي أو كرمتي ما بقى أتهمش حتى لو بحبها جد مش بقى خالص طيب حياتك بقى الشخصية كان ممثلة أيوة أنت هتقعد تلفه في الدور دي هتبقى بعد الفاصل سأنا أعطي لي الكاميرا كده محمود سأجد في الدور الفوقية أنا أخدت شقة لبنتي أوكي وبعدين سكنت فيها السنة هتقعد تبرر ثانية واحدة يا سيد محمود المهم فأنا يعني تقريبا يعني أما بطلع لماي بنته عمري بطلعت له تقريبا غير مرتين تلاتة ولا هو عمره نزلني ما شفت شقة ده تمام ما شفت شقة ده ما شفت شقة ده مفيش مرة قلت لي تعالت حشة تعالت غد المهم أنا عمالة من الأول قولي يا رب يعود يسألني عن الحب والجواز والبداية يا رب يعود يسألني عن البداية فقلت طب أنا بقول للناس بقى قصة طويلة عارضة دي إنه يا محمود لو سألتني أسئلة عمش عايزة أستألها هفضحك في العمارة وهطلع عداش ديش البيت في ودماغ اتود والله ما بيش مشكلة بقى قوي بس يعني يعني منها شلبة بتهددني فعشان كده بعد الفاصل هتبقى أسئلتي كلها عن الجواز وعن الحب وعن الرجالة وهي سؤال لطيف هو القلب يحب مرة وما يحبش مرتين صحيح؟ بعد الفاصل انا عارف إن انتو عشقية زي وبتحبوا الأسئلة اللي فيها نغباشة ما نبدأ حاضر حاضر احنا بنحتفل بشعالنا الكبير حسين السيد حسين السيد كتب أغاني عظيمة جداً والثلاثة اتيام اللي إننا مبارح وأول يعني قلناها شوية أغاني وطبعاً هو كاتب لا مش أنا اللي أبتل ولا أنا اللي أشكي لو جار علي هواك ليه أي أثر الكلمة دي عندك آه ده هتبدأ بالصمت ليه تأثير عندك أنا هجبلك شوية أغاني اللي أنا هفتكرة هون قاعد معاك من كلمات حسين السيد اه ايه بقى الكلام؟ لا مش أنا اللي أبتل والا أنا اللي أشكي لو جار علي هواك دي ستا عندها كرامة ما أنا عايزه طيب أنا بجاوب لا إحنا مش عايزين تحليل للكي καدبر في السيد نعم بأعزين إحنا عايزين أثره على نفسك أنت أنا لا أثره على نفسك يعني هل قابلت التجربة دي لأ أنت هتجبلي الأغاني ب�تجربة أولأ عايز إيمن لو عايزين المعنى هل المعنى ده حدثت حياتك نسألك بقى أسئلة صحفية هل هذا سيدتي هل هذا المعنى حصل في حياتك أه حصل طب واجهتي إزاي واجهتي إزاي ما حسين السيد بيقول لا مش أنا قال كل الكلام تبقى أنت هاجرني وانت اللي ظلمني وفكرني هترجعك مثلا أنا أعطاها كلمة وكل شيء غير الموضوع بقى نتكلم حاجة تانية طب بلاش طب نقول مثلا كان عبد الحليم بيغني أغنية دلوقتي في بداية الحلقة هو وشدية الأغنية الشهيرة دي حاجة غريبة حاليا إحنا مع بعضينا حصلت سهير واعتبرين أنا إبراهيم ولي اللي يعجبك يعني طبعا الفتاة الأنسة الجميلة بتطردها أحلام كثير من الرجال أما النجمة فشأنها أخر فأنتي لتنين هقول لك فأنت محمدين وحسنين لا يعني هو لا بدأتي بهو دي ما تنتفعش هقول لك ما تعرف أنه مش بجدب فأنا هتبلقي كلام مرتب يعني طيب ألم علي إنه في ناس بالنسبة لها الحب ده شيء مهم جدا في حياتها لأنه بيبقوا محتاجين دعم عاطفي أو دعم نفسي أنا بتدعي أن أنا من الناس دي إنه إنه أنا شخص شوية رومانسي وعاطفي ف ممكن أبقى دي عندي شوية يعني فيها كلام يا عالية النسبة عالية شوية النسبة عالية شوية بس فبالطري أكيد حبيت حده علشان إحنا مع بعدينا والبسط يعني أننا وهو مثلا ماشيين في الشارع لوحدنا في جاردن سيتي مثلا يعني ده خبر قويس لا مثلا أنت بقول مثلا مثلا يعني مثلا بس بناء ممتاز وبزلت كل المجهود المطلوب هل حتكتفي بهذا الشق والشق الآخر حتسيبه لي الظروف ولا الشق ده مهم جدا ومؤثر جدا في حياتك القادمة إن شاء الله وحتهتمي به أو اهتمتي به أو ما توفقتيش فيه أو كعبلتي فيه أو أي حاجة بقى جاوبي بقى قولي بس يعني أنا بكلم إحنا أخذنا الشق الفني بناخد الشق الشخصي قولي اللي أنت عايزة تقوليه أنا طبعا مش ممكن يعني الشق الشخصي آآ إنه آآ في الآخر أنا يعني زي أي بنت في الدنيا بتتمنى أكيد إنه هي تكبر مع حد تعجز مع حد يعني لأن أنا بحب قوي الشط ده مثلا بسافر أشوف اتنين سنهم كبير كده هم مشين جنبه بعد بحبهم أكتر من الاتنين اللي قديوا بيحدونه بعد فأكيد ده من ضمن أحلامي يعني بس في أحلام ما بتسعلهاش يعني شغلك ده بإيدك بتسعله لو ربنا رزقك بتتوفق فيه بس إنك تلاقي شخص مناسب يحبك حقيقي ده حاجة ما بتسعلهاش ممكن يحب فكرتك ممكن يحب شخصيتك بس يحبك حقيقي هي دي الفكرة فأنا بتمنى أكيد إنه أتوفق في إنه أنا وبني آدم نعرف نصنع حياتي لحد ما ده يحصل أنا يعني مش ناقص عشان حد يكمني بتحسني في حاجة ناقصة يعني في بكلم أمي حلو قول التعبير اللطيفة قولوا انتي ده أنا كنتي مش ناقصة عشان حد يكملني أيوة يعني وبعدين قلتي على طول تلازم في حاجة ناقصة بس في حاجة ناقصة يعني قضي أنا مش شخص ناقص عشان الارتباط يكمله جميل أنا شخص بحاول أكون قد مقدر يعني طبعا بتخلص دور صعب عمرك بتبقى متوازن نفسيا بس بعد ما بيحصل لك الوزرول من الدور أو الحاجات بتخرج قرار الإنسحاب دي بترجع تحاول توازن نفسيا تبقى رجلك على الأرض فأنا شخص بحاول قد مقدر إن أنا أبقى متوازنة نفسيا اللي ما بقاش أكستريميس لأنه أنا عندي العدة أنا أكستريميس عندك طبعا عصبية شوية عصبية جدا وبردة تماما يعني قصدي عندي حاجات عكس بعض كتير في شخصيتي مش رحيلي العبارة عصبية وبردة يعني إزاي تبقى متوازنة يعني عصبية جدا ده معلوم لكل القريبين مني إن أنا شخص عصب معلوم لكل جردون سيتي والعمارة معلومة 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 أوكي إنما أوقات ما هو تعمل البلوة ويطلعوا لنا أنا أصلا دبسته في موضع رياسة العمارة الشقع بيبقى فيها اللي هو بتاعت إيه دي اسمع إيه؟ مجلس إدارة العمارة مجلس إدارة العمارة مجلس إدارة العمارة مجلس إدارة العمارة إلا تقرأ لكي الحب بيهديك من؟ ولا عصبك أكتر؟ إنت رجل إنت ميعال علي أنا والله بأس على السؤال اللي أسأل إلا ربنا بيكرمني بياه الله كتواردة بيقول الحب مغطينا وإيه؟ إيه؟ والحب مدفينة والوردة مغطينا والدنيا طالع ليه الحب بيهديك لأنه بيعمل بيعمل لك حاجة كده استرخاء لا وممكن جنون وممكن جنون ممكن جنون لأنه في الآخر إنت حبيت مين وإنت هو عملته إيه؟ يعني إنت هو عملته مع بعض إيه؟ في ناس بتجنن بعض أكتر وفي ناس بتهدي بعض أكتر وفي ناس بتحاول تعرف بعض أكتر فيخبطوا في بعض في قصدي مفيش الحب بيهدي دي لأ؟ مفي ناس بتحب جداً ومتجنن 24 ساعة؟ لا يا ناس آه طبعا 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 بس أنا بكلمك أنت آه؟ ما أنا عارف أناش بكلم فنظرية الحب في المطلق آه نعم ايه؟ أنا بكلم بيأثر فيك أنت إزاي؟ ليه أثر فيها طبعا؟ يعني يهديك شوية وعصابك شوية ويعمل فيك الحاجات دي كلها آه يعني لا هو ممكن يعصبني لما آه يعطي الحاجة مثلاً مش متوقعة آه حاجة صعبة حاجة مفاجئة آه كده ده ممكن ده بيديك أحياناً آه يعني أعطاء في التمثيل يعني أنا أفتكر أعمار شريال أرحمه كنت في حد بنيكلم على حد كان صغير لسه بيغني فقال استنى عليه شوية بس لما يحب ويكره هو يتعذب وتخانئ ويضرب ويضرب ويأمن شاب إيه في قصص حب هتلاقيه يغني أحلى بس هو الألم آه بشكل عام آه بيخلي الإنسان أكثر نطجاً يا إما أكثر وحشية يعني إيه؟ يعني لما بتتألم لسبب مثلاً فقدان حد بتحب وتوفى أو أو حبيت اخترت حد مثلاً غلط فتألمت أو نصيبك مع شخص خلص لحد كده لسبب ما آه بتتألم جداً آه من الألم ده بيحصل بعث الحاجة فيك بقى لأنه بيحصل حاجة ماتت وحاجة بتسح ده نفس بشرية ده مش أنا وأنت إن ده عموم الجميع يعني آه إنه بيحصل غضب وزعل كده ووجع كده ده بقى هنا ده ده مشاعر سلبية جداً عند البنية ده متقيلة إنه يستوعبها فإما بيعرف نفسه أكثر وهو بينظفها يعرف هو عايز يروح أن يتجاه يعني إما بيقرر يزداد قسوة وحشية إن ده حصل له خلاص ممكن يعمله في الآخر مغير ما يحاسه فبس تكرار الألم ده الخطر يعني إيه؟ الألم part of living جزء من الحياة إنك تتألم ده ممكن فجأة وده بيحصل إنه إنت اللي قلتلي إن رادواني الكشف مات أنا رايحة لأوردوري وإنت اللي قلتلي ودي كات حاجة مثلاً أبعد ما يكون عن أي حد يعرفه أنا فاكرة أنا قلت بقنع حنان تورك تعمل معي عقبال عندكم فقالتلي أنا عندي فيلم مع شهين فقلتلها الله أنا أسفاً يقلت كده طبعاً قلتلها بس أستاذ يوسف يعني رجل يعني عنده 80 سنة يعني رادوانيا حنان يعني يعني فاستاذ يوسف ربنا تداله طولة العمر وردوانا ماشي فجأة صحيح تمام؟ فأوقات الدنيا بتجيلك خبر مجع كده ما يوش حط علاقة بالارتباط يعني لو علاقة بالحياة بشكل عام فأنت بتترجع إن الوجع بيهزك كأن مكان إيه تصنفه يعني جاي منين؟ بيهزك فالهزة دي يا إما تهذبك وتخليك شخص أندق يا إما تخليك أقصى بس تكرار الألم اللي انت بتصنعه لنفسك مش اللي هو بيجيلك فجأة كده ده خطر ده يردن بقى على إنه الفنان لازم يتعزق لأ يتقلم تزاكستاند إنه يحس وينضك ممكن ده دي دورة الحياة تمام؟ زي ما حد بيشترق أشونا في الدنيا ويبقى لسا جديد فلما يمارسها ينشف فيها شوية فأنت ممثل ده بيصنع حسيس بشر فلازم تبقى حسيسه مليانة ساس جمعة بيقولي إن انت توهتيني في الإجابة ساس جمعة بيقولي إنه إياخدتك في السكة تانية وده حقيقي لا والله بيخدتك إيه مش بس تعبت حقيقي بيخدتك إيه طيب كويس كل الكلام ده النظري حلو يعني الكلام ده انت قلتيه كلام دقيق وممتاز ما قدر انت باقه على منا شلبي ما بقولك أنا تقلمت في حياتي طبعا واضح هل انت متعجلة في العواطف حتى تكون الصدمات أكثر؟ ده جزء من شخصيتي من شخصيتي ده جزء من حقيقة إنه أنا ممكن أصدق حاجة بسرعة يعني مش بسرعة بس أصدق حاجة فأديها مشاعر فتحصل لي مثلا صدمة ودي حصلت؟ آه بس اللي أنا أصدق حاجة بس ردا على حاجة بغلب دي علاقة بإنه عشان دي مورثات فنية الممثل والمطرب لازم يتعذب عشان يقدر يقولي لا لا مش لازم ويعني ويقولي الأه لا أنا هقول حاجة فده ده جزء منه صح بس مش صح يعني إيه؟ يعني؟ يعني إنت لما تقعد تخبط في نفسك تخبط في نفسك تخبط في نفسك كثير إنت هتنحس يعه تموت يعني أصلا إيه؟ لا ما هو إحنا مش بنقول تستدعي أنت القلم حتى يتقدمين يعني مثلا في ناس تقولك مثلا إيه؟ لا يعني إيه؟ يعني مش بقولي الواحد بيستدعي القلم عشان يقدمه لا الواحد لما بيحتكي بالحياة أكتر وبعيش تجارب أكتر وبيبقى أندج وبيبقى أقوى وبيبقى فاهم أكتر ويعرف يدي أكتر وفي الحتة دي يعرف يديف من عنده يعني أنت النهاردة بتتكلمي بطريقة غير ما كنت بتتكلمي من عشر سنين صح؟ منين؟ من تجارب الحياة طبعا طبعا فهي دي الفكرة أن تجارب الحياة بتسقل البناء أدم أي بني أدم أيوة يعني عشاء لكن النجوم أقول لك اعتراف مثلا بسيطك أنت وخلص لك اتخذلت في حد بحب وأتخذلت في حد بحب دي إجابة واضحة وصريفة لا لا أنا مخدش قصدي كده والله خالص مش قصدي كده خالص كل الناس اتخذلت مش أنت بس كل الناس يعني حبت وتكرهت وأنا بكلم على تأثيره على الممثل وعلى أنه النجوم بتبقى أحيانا أو الممثلين بتبقى أحيانا الظروف المحيطة بتحاول تدفعهم في اتجاهات معينة لأنك إنت زي ما بتقول لي أنت لما تمشي في الشارع غير لما هو واحد العادي يمشي في الشارع لازم عندك مقاييس معينة صح؟ ففي نفس الحالات العطفية بيبقى برضو أنت ما تبقىش عارف إذا بيحبك ولا بيحب منه شلال الممثلة بتبقى مشكلة ولا إيه آه بس دي بتبقى بعد شوية يعني قصدي لا إذنه في الآخر عشان حد يحب مهنتك فقط ده متحدي يعني لا أمانا صعب تافي يعني قصدي لو آه أنا فهمت غلا أنا فهمت حد يحبك عشان مهنتك لا أم عشان حد يحب لا بيحبك عشان جمالك مهنتك إيه دي حاجات متغيرة كلها الجمال متغير الجمال متغير والمهن متتغير شقه بس ممكن تتغير والشكل بيتغير بس الروح ما بتتغيرش فلو حد حب روحك مش تغير سحيح حتقسر تتول تدخن ترفع شعرك يبياد يسود هو بيحب روحك الكور بتاعتك مش هلاقي خالص بقى بشعري قصير ولا طويل ولا تخنت ولا خسيت خالص حيلاقي ألفة كده مع روحي مصبول حيبلاقي عنده بقى بونسز عنده إضافات بقى دي آه دي ممثلة طب والله ممكن تبقى شطرة طب والله ممكن تبقى بتحترم نفسها طب والله متحترم شغلها طب والله ناس بتحبها حيلاقي عنده بقى إيه شوية حاجاتها بس أصل أصل الموضوع الجثة اللي قديمك دي يا معلم اه ده اه كده خشت كلام اه الجثة اللي قديمك الجثة دي ده الجثة دي مش هتعرض تملك استعراضات يعني النهار وليلي يعني لا ما انفعش ده شخص عنده بقى مشاكله عنده بقى درامته عنده بقى لزاسته عنده سخفته يعني أنا ده فرد ده فرد فانت هتحب الامرأة أو البنت دي ولا هتحب الفكرة دي طيب خلينا نروح في حتة تانية برضه وفي نفس الحتة يعني انت كممثلة إيه اللي خليك يعني إيه اللي ممكن يكون غير في حياتك حاجات خليتك تضطر بيتبعيد عناشوب نا أنت ممثلة لشغل أهم من أي حاجة فضيع منك حاجات شخصية السؤال واضح ؟ نا بيه حاجات شخصية بتيجي على حساب شغلك قطعا يعني شغلك بياخد من حياتك الشخصية فاخد منها أيا السؤال واضح ؟ آه. الحمد لله. أخذت بالي مثلا لما أنا كل فترة بروح أعمل زي دي تاكس كده اللي هو يقلع برياضة واشرب مية واكل بطريقة معينة علشان لما بتي تشتغل أنا مثلا بشرب عدد قهوة أنا مش عارفاية ده إيه. فهمة يعني ما بقاش عايس. بدون وعي بتشرب القهوة طول ما أنت تشتغل. أنت ممكن تشتغل عشرين ساعة وثلاثين ساعة وثلاثين ساعة وثلاثين ساعة وإنت مش روخي ببلاي غير من اللي هتعمله. فأنت قرية دي صحتك مش مركز فيها قوي. مع أنه صحتك دي هي دي قرية دي رأس مالك. يعني كل حاجة متغيرة وتقدر يتلاقلها بديل إلا صحتك. بس أنت شغلك ممكن يأكل صحتك. بس أنت تاخد بالك بقى فتوزن. بس شغلانتنا ومش أنا بس. ده الفيلم ميكرز بتعبه كتر مني كتير. يعني ما السلين اللي بجد بتعبه قوي. والفيلم ميكرز بتعبه جد. الراجل العظيم بتاع الشاريو ولا كرين ولا بس. طبعا طبعا. الناس دي والله العظيم أنا نفسي أعمل فيلم قصير اسمه نجوم لا يعرفهم أحد. صحيح صحيح صحيح. لأن كل فرد ورا الكاميرا ده عظيم ولا يعلمه أحد. نعلمه إحنا طبعا ولا احترمه ونحطه فقدمهنا. إنما الناس العادية ما تعرفش. الناس دي بتعمل إيه. لو عملنا أوردر تلاتين ساعة. الناس دي بتيجي قبلينا بساعتين. بتمشي بعدين بساعتين. صحيح. وبيشتغلوا تلاتين ساعة. لأ ما بيشتغلوا ولا أكتر. ما أنت بيشتغلوا في تلاجة كتير. التلاجة دي يعني الممثل. بس أو الكرافات. يعني ممكن الممثل عشان يثبتوا الإضاءة ويعملوا الحاجات دي. ممكن خمس ساعات. هو خش يعمل حاجة دي ويرجع يقعد قاعد متكتف كده. فهي اللي قالتلي جنزة. ما قالتلي احنا عاديين في التلاجة. أي بس. الأسات زي بقى العمال. الأسات زي اللي هما الفيلم ميكرز كمان. الصناع. العمال بتوعستنمها. هما بيشتغلوا أكتر من عدد ساعات العمل اللي هي ممكن تبقى كتير جيد. الأسات زي بقى الفيلم ميكرز بقى كل واحد يتخصصه. بيشتغل طول الوقت. الناس اللي جب جد يعني. فالله أنا أقصده إنه إنت وإنت بتشتغل. يعني صحتك دي مثلا الابشن مش بتاعك قوي لما تخلص شوق. ده بقى دي حاجة. ممكن تتأثر بتأثر كبير بطبيعة العمل. وأي حاجة بقى تخصك. الحقيقة. شوية. تخصنها؟ نا مش إنت كمعمول. حاجة تخصك. تخصك أنت. حاجاتك اللي خاصة. آآ. آآ. عشان كده إنت ممكن يكون يعني خروجك بره. سفرك بره دا وتنشيقه شيء من الاسترخاء. ممكن أعمل دور صغير مثلا. بس هو في الآخر إنت مناكش تتعب بصغير ولا كبير بس هو في شغل. فأنا بالنسبة لي أعود في البيت. أفنع على نفسي خالص. علشان ما أنني ولا بأصور ولا حاجة. بس أنا مش عايزة أسوش يعني أنزل أخرج من المود المعين أو التراك المعين اللي أنا حطى نفسي فيه. فبيعدي أيام علي ما عملش حاجة غير إني مندوها كده. أعلى والله ما ندوها كده. أعلى كده جنب السيناريو وما ندوها كده. وأخذ يفكر ويفكر. ففي حاجات كده بتحصل بس. الحقيقة أنا ما بعرفش إن أنا كونش رخصة تاني عشان أنا ممثلة. يعني الحاجة اللي أنا عايزة تفضل موجودة إنه إحنا ساكنين في نفس الشارع. أنا بأخذ مثلاً عندنا قتل مشهور جداً ساكن وريبين إحنا منه. أنا بروح أتمرن فيه أوقات. فبأخذها ماشي. حيام حدش بيضيقني ولا أي حاجة ونزل الفن. على فكرة الساعة كمان بتنزلتك دي في الشارع كده. فالقصدي إنه بيبقى أن أنت كمان بتاخد محبة الناس دي حاجة حلوة. يعني لو محدش سخيف. إن حد يصبح عليك سماء. حاجة حلوة. إن حد ما يشوفك يبتسم. ده ده فضله نور يا عم. يعني الحمد لله يعني. ده الواحد بيبقى زعلان من حاجة حصلت له في حياته. وده مش طيق نفسه. يبقى نازل كده في أحد يشوفه مقصود. يبتسملك كده. هتلاقي يعني آه. الحمد لله طيب. طب بالمناسبة إيه اللي بيفكك لما تتوطر في تعبيه وتتبقى متضايقة وتبقى مخنوقة وده بيحصل لك كتير. إيه اللي يفكك مزيكة. مزيكة. دوش مثلا صخنة قوي. عندي حاجة سبريتشول كده بيني وبالنفسي أقعد أعملها. أكلم صحابي طلع عينهم بقى. اشتكلهم بقى طلع عينيهم. صحابك أعرف أنك تمحافظة على صحابك الأدام كلهم. أيوة طبعا. وصيبهم شغلهم واحد أشتكلهم. بس يعني بس أعيط كتير قوي لحد ما فرهد ونام فصحة أحسن. يعني قظيم بخرج أصله في الآخر إنك إنت حتى لو إنت زعلان قوي من أي حاجة كبيرة أو حصلت. ربنا ما يزعل حد على أي حاجة كبيرة. ولا حصل أي حد أي حاجة وحشة. بس لو حصل قدريا إنك إنت جالك واجع كده مستمعت كده فجأت واجعت. لأي سبب ما. ربنا قدر لك تعيش. ما فيش حاجة تانية تخليك تموت. غير هو برضو. سبحان الله. ففي الآخر إنت ملزم إنك تعيش. وتعيش كويس. لإنك إنت ربنا كرمك. بحياة على الأقل. ده أضعى في الإيمان. حط بقى الحياة دي مليون حاجة. كل واحد بقى وكرم ربنا عليه. فمهما إنت وصلت المرحلة إنك إنت زعلان ومديق. والحياة بالنسبة لك مش كويسة. تفتكر فضل ربنا عليك في حياتك كتير. وتفتكر إنك إنت واقف لحمة ودمة على رجلك. 360 عظمة تمام. حلو أوه. وال 24 قرات يا بي. زي ما ربنا بيقسمهم لك بقى. الرضا لمن يرضى. بس أنا حاسة إيه؟ أنا مبسوط مبسوط. مبسوط إن إني كنت بتكلمي بتلقائية. هي طول عمرها كنت بتكلم بتلقائية. الناس بتشوفك زي ما تشوفك. كل واحد يشوفك بطريقته. طبعا. إنتي بتشوفي نفسك إزاي. يعني لما بتعودي اللحظات اللي انت بتعودي فيها بقى. ما عندكيش دور. ما فيش دور بقى اليومين دول. انت خلصت التراب الماس. وما فيش حاجة شغلة بيها دور جديد. وبقيتي منها شغلة بكده. فاضية خالص. وفيش حاجة في دماغك شخصية. منها شغلة بفاضية خالص دي. مش موجود. ما بتحصلش. لأن في ماما ربناها خليها. لا لا ما قصدش. لا قصد يعني. لا قصد مخي ما بيبقاش قعدة كده. لا قصد ما فيش شخصية تانية. انت مستدعيها. تبحصل لي وانا مسافرة بقى. خلص. أركب الطيارة. تنسي كل حال. أمشي كده. مش أنسى كل حاجة. بتدي مثلا ايه. أراجع بقى بالدنيا. ممكن راجع نعم وراجع سريع كده. ايه لا ايه. انت في الطيارة وبتراجع كده. بتعملي ايه. ما سيك تقعدوا في البدع عندي. ايه رأيك. تعال هات الكاميرات. يلا جمعة. لا يعني. يعني عايزك تقولي الواحد. دي على فكرة أصلي. انت مش واخد بالك من حاجة مهمة. اخد بالي يا فان. الناس اللي هما بيبقوا. الناس بتحبهم. ممكن يستفيدوا منهم. من تجارب حياتهم. فانا لما بسألك دوت. ممكن ده يفيد ناس كتير جدا. ان الواحد يراجع نفسه ازاي. مهم جدا. ان الواحد. يحقيق دايما. عمل ايه. وسو ايه. في مرة كنت. النفسان مش كويسة كده. ملايق جدا. رحت ألمانيا. مكان كده بتعمل في لي توكسنج برضو. تاخد عصاير. وتلعب ريضة معانة. ففيه ست كان تريتمت. انا مش فاكرة اسمها. عشان مفتيش بقيتو. قالتلي احنا عاملين زي مجرى النهر. ده الفلو بتاع الميا. قوي. دي روحنا. اوكي. الميا دي. ممكن يجي خريف. شتا. صيف. رميع. لا تقع بقى شوية. تقع بقى خمسين بتاع. فهتتحكر الميا دي. سبحان الله بقى. ضخت المجرى ده. بعد ينظف. 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 انت مسؤول عن انك تنظف المشاعر السلبية اللي حصلت لك. انت مسؤول عن انك تكون شخص احسن. انت مسؤول عن ده. مش حد مسؤول عن انه يخليك شخص احسن. انت ممكن تغلط. ولازم تغلط. بس تعرف انك غلط. ممكن تغلط نفس غلط تاني. وتلاقي نفسك بتكراره لحد ما ما تعملوش خالص. وممكن تلاقي نفسك بتكراره لسبب ما عندك. فتعرفه وتحاول تعالجه. وممكن يا قصدي فكرة انه ان البني آدم يحصل له مثلا حاجة او حاجتين او ثلاثة فيعد يقول يعني ايه حصل دي كده. حاصل زي فتورة. دي فكرة انا بالنسبيلي ما 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 بامنش بيها خالص. بس دي اتعلمتها انت مع الوقت ومع التجارب مصبوط. بس انا عمري من هنا عائلة. عمري ما كنت لو حتى الحياة مش مشي على هواية ما كنت بقعد اندب. يعني ما كنتش قعد اقول بعد الشر يعني مسلا دي سنة يعني السنة دي قلت كده شوية. بس انا عادة مش مش ندابة. مش اللي هو قعد اولول بقى وليه كده ومحصل ليش ومبعرفش عمل كده خالص. لا بشوفها علاية مش مكتوبالي مش بتاعتي. حبها قوي بس بيمكن مفيهاش خير. خلص مش هتموتي. يعني بس هيلع نفسي يعني. يعني قد في دبي قبل ما ما اخد الجايزة بتاع الدبي. دي كده اول جايزة خدتاني على النهارة. خلاص انت التوزيع الجايزة ساعة واحدة تقريبا بدهر. وانا الساعة 11 الصبح بقول لنفسي في القودة. ايه ما خديش جايزة. ايه. ايه اللي هيحصل لك يعني. انتي عمالتي قد ما تقدري. وده يخليك تعملي احسن. وخليك تبقي احسن. والجايزة دي تقدرية جدا. وخلاص. وكوي. لو حتى انتي ما كنتش كويسة ده. يعني انك هتبكوني احسن مرة الجايزة. ماشي. مش هتنزلي تروحي حفل توزيع الجايز. وانتي مستنية جايزة. عشان لو حد زميلك. انتي متعرفوش فق حتة في العالم. اخد الجايزة انتي مش تقعودي عملة كده يعني. عيب. انتي فنانة. يعني احسيسك راقية. يعني انت تبستي المجهود حد. فقعودي بقى هزبيت نفسك كده. وخليك الظريفة. فانا قاعدة. وحيات امي. انا متأكدة اني مش اخد الجايزة. وحيات امي. وليه بقى كمان متأكدة. ولا تسريب ولا اي حاجة. ليه بقى كمان متأكدة. لان انا كنت لجنة التحكيم في ابو ظبي. وكانت رئيسة لجنة التحكيم اللي كان بتحكم عليها في دبي دي. كانت معايا لجنة التحكيم في ابو ظبي. ستة دي ما بيعجبهاش العجب. ولا حاجة بتعجبها. يعني انا التحكيم ما عنديش شغل جوه مثلا. مثلا كلنا احنا سبعة في اللجنة. تمام. فاحنا ستة موافقين على حق الا ستة دي. صعبة. مرعبة. كل حاجة الا ستة دي. فالستة دي كانت رئيسة اللجنة. فاول ما عرفتها ستة دي رئيسة. دي بقى دي جايزة اساسية. فش جايزة ومفيش حاجة. فخلاص تمام. وجايزة للفيلم عموما تمثيل اخراج انتاج ديكور. دي جايزتنا كلنا لان احنا صنناه هذا العام. ففي الاخر انا كان جانبي اوستاذ محمود حماد. وانت صاحب اوستاذ حماد. تسأله. انا قاعدة كده. والستة بتقول سبيتش. فبتقول كلام كويس قوي 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 قوي. وقالتلك. منا شرب. انا فضلت. انت تنحى كده. بسطلق اوستاذ محمود. وتقولوا ده انا. قال لي اه. وتقولوا انا. قال لي اه. صوتنا انا هو في وش بعد. حدا صوت كده جامد. وحضنت وقمت طلعت. فانت في الاخر. يعني لازم تحاول قد ما تقدر تتفائل. وقد ما تقدر تظن في ربنا خير. وقد ما تقدر تسهل الدنيا عن نفسك. حتى لو صعب. كل واحد في حياته. حتى لو هو مشهور او ربنا كرمه بحاجة. عنده حاجات. عنده التزامات. عنده كوارث ما بيقولهاش. عنده فضل ونعمة من عند ربنا. بس في حاجة تانية نقصة. يعني قصد دي. الحاجات مش زي ما بتبقى باينة قوي كده. يعني الناس حتى احنا تعلمنا في الحياة. ان الناس مش زي ما ببان. ما فيه ناس وشها بريء جدا. وهي لا تملك من البراءة. قايدة انمولة. عاشو بجيب اللقاء عربية دي. باستاذ محمود. قايدة انمولة انا قلت. منها مش ممكن. يا لقالت قليز القلب. دي بمناسبة استيبت الشاعر أسمه ه الفنانة كبيرة. أستاذ الشاعر. انتو الناردة بتعمالهم. أستاذ حسين السايد. دي بمناسبة أستاذ حسين السايد. عمره ما كتب قايدة المولة دي أمنا. اه ديني يعني. دي عايزة مشاو. دي عايزة شاعر بقى من العربية الكبار. بس انت مبسوطة بمهنتك. انا بحترم و بحب مهنتك جدا. أنا مبسوط أو أن هي فخورة بمهنتها يعني ودي حاجة مش قليلة أن الواحد يحب مهنته لأن الواحد لما بيحب الحاجة اللي بيشتغلها بيعمل حاجة حلو جدا يا رب يعني يا رب الحد ما شغلنا دي بالنسبالي أبقى خلصت اللي قدرت دي فيها أبقى بدي كل حاجة فيها هو أنت مع أن الفناني يعتزل؟ لا طبعا ما ظنش لا أنا مع حاجة تاني إيه هي؟ أنا مع أنك لو لو بصدق شديد حاسس أنك مش هتقدر تبقى صادق في عطائك رايح يعني أنا مش مع الاعتزال أو الاعتزال أنا مع أنه ذكر حلو لو أنا حاسة وأنا نزل الأوردر أن أنا مش هيبقى عندي تحدي أن أكون حد تاني حاسة أن أنا هرتكز على حاجات عملتها أنا أنا كمنا مش همثل يعني أنا مش مع ولا ضد أنا بقولت لك التعميم ده ما يخصنيش بس في اللي يخصني لو لو حسيت أن أنا مش هعرف أتغير أو مش هعرف أعمل بني آدم تاني ما خرقهم؟ هي بتقول باختصار بتقول مصيبة بتقول لكم بلا إذا الواحد نزل شغله وهو مش حاسس إنه هو حيدي في شغله يقعد في البيت أي بس أي شغل لنا بقى؟ ما أنا بتكلم كده؟ لأ أنا بتكلم في أي شغل لا إنه ما دي المصيبة اللي أنت قلتين أي إنه أنا حنقعد كلنا في البيت ليه لا لا أنا لا ناس كتير ذوقت في بيوتها أنا في حاجة بتضيقني جداً فتكاسل لا فتكاسل بعض الناس مش عندنا في الشغل عموماً إنه في ناس بتشتغل شغلانات كتيرة قوي وهي مش عارفة لنا بيتها تعمل إيه ولو أنت تكلمت في إنك إنت لازم تعمل كده تبقى أنت رجل لنبكي وحبكي طب حالك بتقبط دي ده أنا مقدرش أخد جنيه مش شقينا فيه إنت بتقبط إزاي؟ صحيح بس يعني دي مسألة طويلة قوي بس إيه قالت فكرة حلوة قوي إن الواحد لو مش مصدق نفسه في اللي بيعمله يقعد في البيت يعني من أنا متشكرة على اللقاء ده سيدنا حمود أنا متشكرة إنك رجعت تاني تعمل برنامج لأنه ده ده بالنسب لي أنا كمتفرجة ده دي حاجة كده كده كتنقصاني لا دي حاجة كده كتنقصاني وعلاقتنا الإنسانية العائلية الأسرية العظيمة دي دي حاجة دي شرف ليا طول عمرك لا أنا عايزت دايما تبقي بس كمان كإعلامي يعني يعني أنا أنا كتت وحشني لا استنى أنت هتدمع وكده استنى إعلامي لا أنا عايزة أحشك على المرحلة في السكة التانية أيها بس كبني آدم أنا هقولك بقى كلام ده بقى لما خلص بوقتي بس أنا عايز أقول للناس حاجة إنه كل حد أنت في حياته صديق ليه ليس ما كملتش يا ساطر أكمل يا بابا أيه ده ليس أنا أكمل يا فرد ببنى حد كل حد في حياته في حياته إنت أو أي فرد من أفراد الأسرة الكريمة وتحديدا كمان بالنسبالي إنت وطبعا مرتك للأمر وما يعني أنت عيلتي بس إنت إنت ضهر كبير لكل الناس ضهر كبير أوي 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 خلاص بقى لكل دقيق خلاص منا شالا بيممثلة بتنضج يوم عن يوم حاولت أبحث إيه اللي بيخليها يحصلها هذا النضج وهذا التقرير الجميل اللي شوفنا فيه تحولات فيش خصيطة فاكتشفت إنها ببساطة شديدة جدا إنها معتمدة على ربنا طول الوقت مش كده أنت قلت كده كل واحد عند 24 قرارات بياخدهم سؤال أخير عن اهتمامك بلبسك وجسمك أنت ما بتكليش لا أقولك اللبسي ده يعني ده شغلي يعني ده جزء من شغلي جسمي بعد هاولي أنا بقعدت كتير أو يرفيع يعني أنا بقعدت كتير أو تخينة فلما خصيت لحد واحد الغروب كنت يعني كانت كاملة بتهزقني اتخني لي اتنين كيل اتخني لي ثلاثة كيل خلاص لما جيت خلاصنا الشغل وبعدين رحت عملت الديتاكس فأنا تخنت تمانية كيل يعني حاجة زي مسحة كده بيضبوا في جسمهم ما بيعملوش فيها حاجة إجراء لا قدش لي حتى مش مسحة بجملة كبيرة شغل مكان الاسترخاء كده المسحة يا بحمود ما هي المسحة دي بتنظف جسمها يعني تاكل أكل صحي تشرب مية طول الوقت يعني ما بيعملوش عمليات فيه ولا حاجة يعني مكان الاسترخاء زي منتجع صحي كده اه واتنام بموعيد وتصحب موعيد ما انت قلت منتجع صحة ايوة بس مش اسمعها ايه مسحة مسحة دي مجنونة مدمنة انما منتجع ده في ربا ايه منتجع صحة خلاص حاجة منا خلاص حاجة عليك فلما انت مثلا هو لازم تتوازن يعني عملت ايه بقيت بشرب مية وبالعب رياضة كتير 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 وبعدين خلاصت الموضوع ده باكل كتير جدا وانا كنش باكل كتير اصلا فقبلية جسمي للتخن بقت اكتر فتخنت تمانية كيلو كتير اه نزلتهم بقى وبتكلي بحسابه مشان بقى دي عاجة كويسة ما هو مهمة قوي مش عشان استنى بس هتقفل علي السطر استر بتتكلم انا عايزة امشي لو عايزين اه قولي من مهمة قوي انك انت تاخد بالك جدا من الاكل ده مهم جدا في الصحة يعني انك تزبط اكلك اه يعني ممكن تأكل كل حاجة بس بكمياتنا قليلة جدا بس قول وتتنفي الصحة وتمشي المشي مهم جدا فمهم جدا للبني ادم بشكل عام مش مهم ممثل بس انه هو يلعب رياضة او يأكل كويس بس بشكل معقول يشرب مية كتير مية مهمة جدا طبعا 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 بس خدتنا صايحة لنا اتفضل شكرك عايزة تفتين الحلقة بيه انه انا بحبك جدا يا محمود ورسي قوي 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 لالنس وللنس انا ما حبكو دي اللي بتخليني حاسة ان انا شخص امتو كبير وممكن اعمل اي حاجة في الدنيا علشان ابقى صدقه في الدور اللي انتو تحبون فشكرا لو اسم كبير يعني لو اسم كبير يبق انتو السبب شكرا ليكو واتسبح على خير شكرا 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 شكرا